من الضرقون زنازين الرعب والموت في العراق سجن التاجئ الموذجا هذا هو العنوان وهو الأنسب الذي حمله تقرير صدر عن قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق وصلت الضوء على بعض ما يجري في السجون الحكومية والميليشياوية مع تزايد الانتهاكات الممنهجة التي ترتكب بحق المعتقلين في العراق واستغياب المسائلة والتحقيق في حالات التعذيب المتكررة التي باتت الصفة العامة في جميع السجون الحكومية إضافة إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة لأعداد المعتقلين إلا أن التقديرات تشير إلى أنها تتراوح بين 250 ألفا و750 ألفا معظمهم جرى اعتقالهم بطرق غير قانونية وهم محتجزون في سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع الحكومية حيث أن هناك أكثر من خمسين سجنا كبيرا وما لا يقل عن أربعمائة معتقل معلن في مقرات الوزارات والدوائر التابعة لها فضلا عن أكثر من ألف مائة موقف في مراكز الشرطة المنتشرة في أنحاء المحافظات العراقية إلى جانب أماكن توقيف غير رسمية تشرف عليها مختلف الأجهزة الأمنية الحكومية وأماكن حجز وسجون تابعا للأحزاب والميليشيات المتنفذة غير خاضعة لأي رقابة وما خفية كان أعظم سجن التاجي شمالي بغداد ومن أكبر هذه السجون وأسوائها سمعة بعد سجن ناصرية ولا يمكن حصر ولا تحديد ما يتعرض له المعتقلون فيه من ممارسات بشعة ومهينة تصل إلى حد القتل البطيء يرتكبها السجانون من ضباط ومنتسبين وبين الحين والآخر تتكشف حقائق تشيب لها الولدان عما يجري في السجون والمعتقلات فالأجهزة الحكومية لجأت إلى أساليب مختلفة من التعذيب كإجبار السجناء على التعري وربط الأقدام والأيدي لفترات طويلة وضرب المبرح بالعصي والخراطيم الكبيرة والدعس على رقاب المعتقلين والصعق الكهربائي والتعريق من الأكتاف والإيهام بالغرق وحجز ألاف السجناء داخل غرف معدة أصلا لتخزين الأسلحة والذخيرة ليكون التعذيب الجسدي والنفسي وحتى الجنسي هو الحالة العامة في جميع السجون الحكومية ناهيك عن الحرمان الممنهج من الحقوق الإنسانية الأساسية كالرعاية الصحية والتغذية والتهوية والزيارات العائلية ولأن غالبية المعتقلين في سجون عراق اليوم واحتجزون لأسباب طائفية بحتة فهم يتعرضون أيضا للشتائم الطائفية وسب الرموز الدينية والمنع من أداء صلاة الجماعة التقرير صلة الضواء أيضا على الأحكام القضائية التي تسند إلى اعترافات يتم انتزاعها من المعتقلين تحت التعذيب والترهيب بعلم القضاة أنفسهم لتصدر وتنفذ أحكام أعدام بحق هؤلاء المعتقلين دون أن يغضع مرتكبو جرائم التعذيب للتحقيق والمساءلة في مقابل تجاهل الجهات الحكومية المتعمد لما يجري في زنازينها من انتهاكات يندلها الجبين حملت معها قصصا لمعتقلين لا ذنب لهم سوى أنهم عراقيو الهوية والانتماء حقا